في مدينة التدريب وخدت البكاء للماجستير وخدت رتبة مقدم كانوا يريدون شخص لسجون الرياض مسؤولين فاختاروني وحاولت بقدر المكان أن يعتذر ونقلوني وسلموني سجون الرياض كنت في سكن وطبعاً وبعد فترة طلعت من السكن سكنت في سلطانة استاجرت ليل حتى لما جيت في السجون عملك ما هو عملي يمكن شهرين ثلاثة أنا مساعد مدير السجون مطقة الرياض ثم بعدين استلمت أنا السجون مطقة الرياض مدير السجون مدير السجون لما جيت للسجون من فضل الله سبحانه وتعالى علي أولاً ارتباطي بمدير الشرطة كان محمد بن عايش يذكره بالخير وأكلفني أنا ومجموعة معي أن نأخذ دورات دوريات سرية على قطاعات الأمن ونكتب تقارير عنه في الليل نروح رسمي تجينا سيارة من النجدة من أقصد الدوريات ونروح ونكتب تقارير ونجي وفلذلك ارتاحهم من هذا القرير نجيهم فاجئة ونعلم للسلبيات والإيجابية تقارير سلي كل واحد يعني في الأسبوع مرة مرتين نروح خارج الرياض وداخل الرياض وكنت ذاك الوقت أيضاً أما استلمت سجون ونقط الرياض كنت مركز على جانب الإصلاحي لذلك وعاك ماجستير طبعاً ماجستيري في الدعوة توجع الآن عندك حصيلة شرعية جيدة شرعية وكنت جانب الإصلاحي على أساس الدعوة في السجون حل بعض المشاكل دخلت إلى الأجنحة أنا ألقي محاضرات ألتقي بالضباط ألتقي بالأفراد أعطيهم تعليمات أروح للسجون مفاجأة في الرياض هذا كله في الرياض في الرياض وخارج الرياض لأنني عندي 30 سجين منطقة الرياض منطقة الرياض تقريباً من مواد الدواسر إلى الزلفة إلى عفيفة إلى المناطق دي كلها فكنت يعني أروح جولات ميدانية وأشوف المشاكل وأحلها وألتقي بالضباط وألتقي بالناس وأدخل الأجنحة وأخذ وفي الليل وفي النهار وأحل الكثير من الحمد لله فركزت على الدعوة ثم ركزنا على تحفيظ القرآن اللي هو والجزاء الأخير مدير عام السجون كان أول كان محمد بن الصيف الله يا رحمه ثم جاء بعده الطويان كان ذاك الوقت عميد أو لواء واستغلنا معه وكنت أذهب أنا وياه واذهب للسجون ونشوف المشاكل والرجل هو الله يجزاء خير لها يعني أيادي بيضة في السجون وفي الكلية وغيرها وهو كلم المسؤولين ورفع على أساس تحفيظ القرآن اللي هو الطوياني الطوياني كان ترفع فريق بعده هو الذي رفع المسؤولين في وزارة الداخلية والمقام السامي عن تحفيظ القرآن من يحفظ القرآن نصف المدة ولكني نفت هنا أنا ساعدت في تنفيذه فذهبت ذهبت إلى أحد المحسنين الشيخ من فريالله رحمه و دلني على أحد المحسنين وجبنا مدرسين تحفيظ القرآن ونفذنا الأداء ولا زال الحمد لله ثم أيضا اقترحت لهم اللي هو اللجنة الوطنية رعاية السجنة والمفرجة أنا سويت دراسة عنها ورسلتها لهم ثم بعدين بدأنا في برامج الأصلاح المكتبات وضعات المكتبات وكذلك حلق تحفيظ القرآن وأيضا الأجنح المثالية فيه أجنح الجناح المثالي الشخص المتوجه ما يدخن إنسان يبيه الإداء يركز عليه نسجونين نسجونين يركز عليهم من التوعية وتحفيظ القرآن وكذلك اللي هو دروس العلمية وكان أيضا يسمح لهم بالانتساب للجامعات كان يدرسوا في الجامعات ولن في الثانوية وعندهم مدارس صباحية ومسائية وكان يدعوني فكنا نتفقد هذا الأمر وكان عندنا أيضا اللي هو العلاج بالعمل اللي هي الورش والشغالهم بالورش للصناعات والأعمال الحرة كان فيه بعض الشركات تأتي وتشغلهم والسجون طبعا ركزنا على الشباب كان فيه سجن العود كان فيه جناع سجن للشباب في العود حي العود قبل يلغى وكان وراه سجن النساء وكان في الرياض أربعة وخمسة سجون اللي هو صلاحية الحاير سجن الملز وسجن العود وسجن النساء علاوة على السجون الخارجية السجون الخارجية جهودكم فيها كانت دعوية دعوية واصلاحية والحمد لله كانت أيضا حل مشاكل ويجي فيه مشاكل السجون يجي فيه مشاكل يجي فيها أحيانا محاولة الانتحار يجي فيها المضاربات يجي فيها تخريب هذا يجي فيها بعض الأشياء لكن نشر الوعي والتدين بين الناس والتدين والدعوة جبنا لهم الأشرطة جبنا لهم المكتبات سوينا لهم الإدارة يقيم حاضرات الدفتورة كنت أجيهم إلى قريب أن أجيهم واللجنة المثالية نجحت اللجنة المثالية تتخرج ناس يعني تائبين وملتزمين والحمد لله كلهم أثر حتى بين زملائهم السجنة كنا نشجعهم على هذا الشيء فجانب الأصلاح ركزنا على جانب الأصلاح مهم جدا خاصة في السجون وكانت السجون طبعا إذا لم يكون فيها برامج أصلاح يكون فيها فساد أريد أن أقول يا أصلاح يا فساد شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة شبكة المجد شبكة المجد شبكة المجد